المجهز الإخباري من قناة الاقتصادية الأولى مشاهدين أهلا بكم بداية شرعت وزارة الداخلية منذ الخامسة من شهر جوليا الجاري في مرحلة تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن وأفد بيان للوزارة أن العملية جاءت بعد أن كانت مقتصرة على البلديات المقارات الولاية منذ 2019 ثم البلديات مقارات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023 كما أضاف البيان أن جميع بلديات الوطن تتكفل بإصدار رخص السياقة البيومترية وفق الشروط القانونية السارية سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية المنتهية الصلاحية وكذلك مرتبط بإدراج أنصاف جديدة على رخصة السياقة وأكدت الوزارة أن رخص السياقة الكلاسيكية تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها وفي خبر آخر وقعت شركة سامحا للأجهزة الكهرومنزلية التابعة لمجمع سيبيتال اليوم الثلاثاء اتفاقية شركة استراتيجية مع شركة هاير الصينية رائدة عالميا في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية وتهدف الاتفاقية إلى تحويل مجال الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر وكذلك في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأسواق خارجية أخرى كما ستصبح سامحا المماثل الرسمي في الجزائر للعلامة التجارية هاير وستنتج في مركبها الصناعي الكائني بمنطقة جرجال بولاية الصيف مجموعة واسعة من الإجهزة التي سوف تحمل العلامة التجارية المتميزة والمرموقة هاير كثلاجات المجمدات الغسلات المجففات وغسلة الصحور وإضافة إلى ألات أخرى كما سيسمح أقول التعاون بين الشركتين أن يزيد من معادل الإدماج المحلي وينوع مجموعة منتجات سامحة بأجهزة عالية الجودة وتتوفق مع المعايير الدولية وضمن مستجدة القطاع الصناعي أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الثلاثاء على تدشين مطبعة صناعية تابعة لمجمع مدار العمومي مختص في إنتاج النسيج الغير منسوج بوادي السمار بالعاصمة وأكد الوزير عون في تصريح صحفي بالمناسبة أن المصنع سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وسيلبي احتياجات المؤسسات من النسيج غير المنسوج في غضون أشهر وأضافة المصنع في السابق كان في حالة يرتالها وبفضل الرجال وتحكم مسؤولي مجمع مدار المصنع اليوم من أحدث المصانع ويتوفر على أحدث الآلات مشاهدين الآن في الحدث الرياضي أعلن نادي اتحاد العاصمة عبر موقعه الرسمي عن تعاقد مع الدول الجزائري إليا شتي قادما من الوداد المغربي وأمضى شتي عقدا يمثل بموجبه ألوان النادي سستارة حتى صيف 2027 بعد أن فسخ عقته مع النادي المغربي في تجربة دامت موسمين وكان صاحب 29 عاما قد حامل العديد من الأندية المحلية آخرها قميص شببة القبائل نهاية الموجز مشاهدينا شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة